من جانبه أكد رئيس التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية أن اختيار المؤسسة مستشاراً استراتيجياً للحكومة لدعم رؤيتها للطروحات الحكومية سيطلق العنان نحو زيادة مشاركة القطاع الخاص لبناء اقتصاد مستدام وأنا متفائل من أن هذا الاتفاق يمكن أن يكون مثالاً يحتذى به من قبل اقتصادات أخرى أود أن أعبر عن امتناني لسيادة الرئيس السيسي للوقت الذي منحنا إياه على رغم انشغاله لكي يلتقي بي وبوفدي اليوم وهذا يعيد التأكيد على الأولويات التي يضحى سيادة الرئيس وأهمية القطاع الخاص ودوره في تنمية مصر أنا ممتن لقيادته ليس فقط في مصر ولكن كذلك بالحديث عن المسائل المرتبطة بأفريقيا